في هذه الجبال والمناطق شديدة الوعورة في محافظة الضالع تدور معارك عنيفة وشبه يومية بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع فلا يكاد يمر يوم إلا وتشتد المواجهات لا يختلف فيها كل مرة إلا أعداد القتلى والجرحى والخسائر آخر هذه المواجهات معركة وصفت بالأعنف قتل وجرح فيها أكثر من عشرة حوثيين وذلك عقب هجوم فاشل شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع على منطقة يعيس شمالي مريس في الضالع وحين عجزت الميليشيا في ميدان القتال وجهت قذائفها من منطقة خارم القريبة من الحقب وقصفت القرى السكنية في قرية سطاح وقرية الجبهة وأدمة ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أما في الشمال تحديدا بمحافظة الجوف أعلن الناتق باسم الجيش العقيد عبدالله الأشرف مقتل عدد كبير من الميليشيا خلال اليومين الماضيين بينهم قيادات ميدانية حسب قوله موضحا بأن معارك عنيفة خاضتها الكتيبتان الثانية والرابعة التابعتان للواء 122 مع الميليشيا في سلسلة جبال حام شمال مديرية المتون تكبدت فيها الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد إذن تستمر الجبهات في الاشتعال والمواجهات تتكرر بشكل يومي بين هجوم وهجوم مضاد ودفاع في انتظار الحسم الذي لا يبدو بأنه قريب